حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحياتها في ملف التعاقد مع المحاضرين والجهة المسؤولة عند جديد عقودهما وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد أن الأمانة العامة لا تمتلك صلاحية تجديد العقود بل هي فقط مسؤولة عن التعاقد مع المحاضرين بالتنسيق مع وزارة المالية وكشفت وزارة التربية عن تسلمها كتابا من المالية بخصوص رواتب المحاضرين مع احتساب فروقات الرواتب باحتساب الشهادات ليتم تضمينها في الموازنة العامة للعام المقبل فيما قال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي أن رواتب المحاضرين ستستمر دون توقف حتى مع انتهاء السنة المالية